منتخب النجيري النهاردة بعد ما تعادل مع جنوب أفريقيا في الوقت الأصلي 1-1 قدر يفوز بضربات الترجيح 4-2 ويليام تروست سجل هدف نجيري الأول من ضربة جزايا في دقيقة 67 وبعد كده مكوينة تعادل لجنوب أفريقيا في دقيقة 90 وبالمناسبة هدف مكوينة بقى بتاع التعادل اللي جي في دقيقة 90 لجنوب أفريقيا برضو كان فيه مشهد مسير جدا ومشهد درامي جدا ليه؟ إن كان فيه كرة بيرستاو لبيرستاو لعب النادي الأهلي ومنتخب جروب أفريقيا في منطقة جزاء المنتخب النجيري ومدافع للمنتخب النجيري أعاق بيرستاو حكم المباراة ما شافش الكرة الكرة مشت ارتدت بهجمة مرتدة للمنتخب النجيري سجل منها فيكتور أوسمان هدف تاني للمنتخب النجيري مهم البار يرجع حكم المباراة اللي كان الكابتن أمين عمر بالمناسبة حكمنا المصري العظيم يعني حكمنا المصريين في هذا البطول كلهم عاملين أداء عظيم جدا فرجع الفار أمين عمر وقال له لا خد بالك ده فيه إعاقة بيرستاو في منطقة الجزاء قبل الهدف اللي سجله المنتخب النجيري فراح أمين عمر بص على البار لأنه فعلا فيه ضربة جزاء لمنتخب جنوب أفريقيا فرجع لغى هدف المنتخب النجيري واحتسب ضربة جزاء للمنتخب الجنوب أفريقيا سجل منها المنتخب الجنوب أفريقيا هدف التعادل حلوة كرة دايما نقول يا بخته اللي يحب كرة القدم بيعيش أجواء ممتعة ومسيرة دائما دائما واللي بيحب كرة القدم برضو سعب بيعيش أجواء صعبة جد مش عزين نرجع لها بس الأغلب أنه بيعيش أجواء ممتعة جد جدا يعني مهم أن المنتخب النجيري والمنتخب الإفواري هيكونوا في نهاية كأس الأهم الأفريقية يوم الأحد القادم إن شاء الله في مواجهة كلاسيكية مواجهة أفريقيا كلاسيكية بين اتنين من أكبر قوى القارة وسط كل هذه المفاجآت في هذه البطولة شفنا نهائي تقليدي عادي نهائي متوقع ممكن لما كوديفوار وي نيجيري العام المباراة نهائية عادي جدا كوديفوار صاحبة الأرض والجمهور ومنتخب قوى جدا المنتخب النجيري هو أكبر قيمة تسوقها بين كل المنتخبات اللي موجودة فيه القارة الأفريقية فوارد جدا إن هما الاتنين يبقوا في النهاية آه فيه كوة كبيرة طبعا خرجت من هذه البطولة زي السنغال زي مصر زي المغرب زي الجزائر زي الكاميرون بس نهائي من كوديفوار والمنتخب النجيري نهائي منطقي وطبيعي وعادي جدا ترجمة نانسي قنقر